نداء من الجنة ولا أذن سمعت ولا حفر على خلق الأشهر الجنة الجنة تنادي التائمين أن يثبتوا وتنادي العصى أن كفوا عن العسيان وارجعوا إلى الله تنادي المؤمنين أن يثبتوا تنادي المتقين أن يصمدوا الجنة تنادي الجنة تنادي تنادي المؤمنين تنادي المتقين تنادي الصالحين تنادي التائبين نداء من الجنة تقول يا عباد الله أنا نور يتلعلى أنا نور يتلعلى وريحانة تحسز وقصر مشيط ونحر مصبر في جول عالية الجنة جديمة جديمة هي نداء من الجنة 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 وما أدراك ما الجنة أرض السعادة أرض الحلاء أرض الفرح والسرور فإن نعيمها يفوق ويغسر دونه الخيام ليس لنعيمها نظير فيما يحلمه أهل الدنيا يا سلعة الرحمن لا استرخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد علق بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطر فالمهور قبل الموت ذو إمكاني الجنة تنادي جفور إن الله ضرتني بيده وجعلني مقرا لأحبابه وملأني من رحمته ورضواني ووصف نعيمي بالفوز العظيم والملك الكبير وجعل في الخير بحداثين نداء فينا الجنة وإن سألت عن يوم المدين وزيارة العديد الحميد ورؤية وجهه الملتع للتمتين والنشبير كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدن عبد الله فاستمع يا عبد الله استمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستديركم حي على زيارة فيقولون سمعا وفا وينحضون إلى الزيارة مبادئين فإذا بالنجائب قد أعدتهم فيستوون على ظهورها مسمعين حتى إلزهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوهنا فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تبارك وتعالى في كرسي منصبه نارك فبينما هم كذلك إن صدع له النور أجرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلا وتقدشت أجمع قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم فلا ترد هذه التحية ليحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام كبارك تياد الجلال والإكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان للشيخ عمر الخالد الحمد لله الذي ملك فقهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر